سوريا معارضة الداخل والخارج القرار للشعب لبنان القرار الاتهامي صدر ولكن ماذا بعد؟ قرار اعتقال القذافي يفتح كل الاحتمالات السعودية وتسييس قيادة المرأة للسيارة مرحبا بكم مشاهدين ومستمعي بي بي سي العربية الى سبعة ايام نحلل ما بين الصطور ونبحث في مضامين الكلمات والاراء والتعليقات لقضايا الاسبوع من وجهة نظر الاعلاميين والصحفيين ومعنا امجد ناصر الكاتب الصحفي في القدس العربي بلندن احمد صفهاني الصحفي في الحياة اللندنية مايكل بنيون الكاتب الصحفي في التايمز البريطانية واخيرا وليس اخرا نادية تركيا الصحفية في الشرق الاوسط اللندنية الوضع في سوريا لا يزال في صدارة الاخبار اهتمت الصحف هذا الاسبوع باجتماع المعارضة السورية في دمشق البعض اعتبره تمرين في العلاقات العامة للحكومة واخرون وصفوه بداية على طريق الاصلاح وكتب طلال سلمان رئيس تحرير السفير اللبنانية لقاء المعارضين في دمشق ومشروع الاصلاح السياسي لقد وضع لقاء السمير اميس الاطار العريض للمطالب وحدد العنوين الثابتة للاصلاح ورسم الى حد ما الطريق الى تنفيذها والمهم تسريع الخطوات التنفيذية وصولا الى ما طرح ورئيس بشار الاسد في خطابه الاخير القدس العربي في لندن وصفته بانه امتحان صعب للمعارضة السورية اجتماع دمشق يكمل اجتماعات بروكسل وانطاليا وهو مجرد خطوة او بداية في طريق التغيير الذي نأمل ان لا يكون طويلة لكن في الجاردين البريطانية كتبت سيدة سورية تقيم في بريطانيا تحت اسم فدوى الحاتم اجتماع المعارضة في سوريا كان تمرين في العلاقات العامة السماح لشخصيات معارضة بان تجتمع بشكل علني هو محاولة تظهر للعالم بان سوريا جادة في الاصلاح وليته كان صحيحا ان توقيت هذا المؤتمر والظروف المحيطة بعقده تثير الشبهات في نيويورك تايمز الامريكية كتب انطوني شهيد سوريا تسمح للمعارضة باللقاء في دمشق يحاول النظام منذ اسبوع تحسين صورته بينما يواجه اقصى عزلة له في عقود ويرى دبلوماسيون ان اجتماع الاثنين هو فرصة على الاقل لمعارضة اكثر اتحادا في مواجهة النظام اما طارق احميد رئيس تحرير الشاق الاوسط اللندنية فرأى ان ورطة النظام السوري كبيرة موقف النظام صعب جدا بحكم الزمان والتركيبة فان اصلح سقط وان بقي على حاله سقط وان تخلف اكثر سقط ايضا لذلك فان ورطة النظام كبيرة ودعونا نرى المقبل من الايام في حين كتب حسن حردان في الوطن السورية عن سقوط المؤامرة وانتصار خط الاصلاح الوطني يمكن القول ان الازمة في شقها الداخلي قد انتهت وان المؤامرة التي استهدفت اسقاط السورية في فخ المشروع الامريكي قد فاشلت وان سوريا تخطت الازمة احمد تخطت سوريا الازمة حسب ما سمعنا في الكلام الاخير لصحيفة الوطن يعني اذا اخذنا الصحافة لنأخذ الصحافة من وجد نظر الصحافة طبعا الصحافة العربية في بريطانيا ترى ان القيامة متزال قائمة في سوريا كل الصحف العربية الصادرة هنا اذا اخذت الصحفة البريطانية تجد ان موضوع سوريا تقريبا غاب خلال الايام القليلة الماضية على الموضوع هذا يعطيك التفاوت في كيفية النظر الى الموضوع السوري خرجت من الازمة ابدا هناك ازمة وازمة نظام وازمة اصلاحات لكن الاخطى في هذه الازمة تم تجوزه وبالتالي الان الكرة في ملعب النظام وفي ملعب المعارضة بغض النظر عن طبيعة هذه المعارضة داخلية من معارضة خارجية بغض النظر عن طبيعتها هذا سؤال مشروع هل هذه المعارضة تمثل هذا الشعب هل النظام يمثل هذا الشعب هل معارضة في الخارج تمثل هذا الشعب الشعب السوري حتى هذه اللحظة لم يخرج بملايينه لاسقاط النظام وبالتالي يمكن القول ان هناك اكثرية صامتة حتى هذه اللحظة تنتظر ماذا تنتظر اما ان يقدم النظام على خطوات اصلاحية جزرية تلبي الحد الادنى المطلوب والذي لا يمكن السكوت عنه الان ويلتقي مع المعارضة الجادة الوطنية كما وصفتها صحيفة الوطن واما ان الامور يمكن ان تخرج عن نطاق السيطرة خلال الاسابيع المقبلة اذا لم يحدث هناك تغيير جزر على الارض طب لنرى ما في صحافة الجمعة اليوم نادية حسب صحيفة الشيق الاوسط بركان حلب ينفجر ونفس الاتجاه على ما اعتقد في الحياة اللندنية ولكن بطريقة مختلفة تجار دمشق ينضمونها للمعارضة المعارضة تشكل هيئة التنصيق من الداخل والخارج نشطاء يعلنون حماة مدينة محررة هذه الصفحات العنوين الرئيسية في الشرق الاوسط هذا اليوم هل تتفقين مع ما قاله بان الصحف العربية بشكل عام بما في ذلك الشرق الاوسط هي في نفس الاتجاه بانها يعني ضد ما يجري في سوريا ان المعارضة ربما كما قيل لا تأثير لها بالتأكيد يعني كل صحف العربية في بريطانيا لا زالت يعني تعكس الوضع في سوريا فعليا لان الوضع ليس بمستقر ولان كما لاحظتم اليوم في المقالات التي صدرت في جريدة الشرق الاوسط هناك انضمام بشكل يومي من فئات اخرى وشرائح اجتماعية مختلفة للمعارضة في حد ذاتها ولكن المشكلة الكبير هو انه ربما قد يبدو ان هذه الاصلاحات ستأخذ سوريا الى مرحلة ايجابية لكن انا ارى ان في كل الحالات النظام سيقول لسقوط فحتى لان المعارضة هذا رأيكي هذا كلام الصحافة هذا كلام الصحافة العربية والذي يعني وحتى الايكونيبيس اليوم في تحليل مطول في عددها هذا الاسبوع تتحدثا ان سوريا تحت عنوان الضغط على الاسد نظام بشار يترنح وسقوط من المرجح يحرك صعودا من العنف في الفتحة القصيرة عفوا ان هذا رأيي استنتجته بعد مقابلات مع قياديين في المعارضة السورية يعني اجريتها الاسبوع الماضي وكلهم يبحثون عن اصلاحات جذرية واذا ما تمت الاصلاحات الجذرية التي بأساسها أن يتم الفصل الثامن الذي يقول بان حزب البعث يجب أن يبقى حاكما في سوريا فإن في هذه الحالة على النظام أن ينزل مع المعارضة إلى الانتخابات الديمقراطية الحرة وهذا بالتأكيد سيسقطه والمخيف في هذا الأمر أن بعد هذه المرحلة من المحادثات مع المعارضة وكذا أنه إذا ما سمح باختيارات ديمقراطية للناس هل سيسكت النظام السوري وهل سيقبل بها أم أن سوريا ستتجاوز هذه المرحلة التي قال الأستاذ الأصفهاني ربما تجاوزت أسوأ المراحل ربما نتوقع الأسوأ بعد ذلك أمجد في الصحافة السورية في افتتاحية الثورة السورية لرئيس التحرير علي قاسم يتحدث سهت عنوان عصف سياسي حين كان الحديث عن المؤامرة منذ البداية هناك من سخف الحديث وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك والبعض الآخر لم يتردد في نسفها موضوع المؤامرة لا يزال يسيطر على أجهزة الإعلام السورية هذا واحد من الإشكالات الكبرى على ما أظن التي تواجه الإصلاح في سوريا أنت لكي أولا تعالج مشكلة عليك أن تعترف بوجود المشكلة لا المستوى السياسي فعليا اعترف بوجود المشكلة اعتبرها مجموعة من الإرهابيين وربما السلفيين والمتأمرين ولا المستوى الإعلامي تعامل معها إلا بوصفها بطبيعة الحال أيضا مماثلة إرهابيين ومخردين وكذا إذن كيف يمكن لهذا النظام سواء بخطابه السياسي أو الإعلامي أن يتقدم خطوة باتجاه الشعب أو الشارع أو القوى المعارضة سواء كانت في الداخل أو في الخارج ما لم يقر بوجود مشكلة حقيقية في الشارع السوري بما لم يقر بوجود انتفاضة تتسع على المستوى الجغرافي وتتسع على مستوى البلد وتتعمق أكثر فأكثر إذن أظن أن أحد أوجه العقب أو أحد أبرز العقبات التي تواجه حقيقة معرفة حتى ما يجري في سوريا نهيك عن موضوع الإصلاح هو هذا الإعلام المصمت الذي يتكلم رواية واحدة من اليوم الأول إلى يوم النهادة دون أن يطرع على هذه الرواية من تعديل رغم مرور الانتفاضة بمراحل وبأطوار مختلفة طيب مايكل كما استمعنا من أحمد بأن الصحافة البريطانية لم تعد تهتم بالموضوع العربي بشكل عام طبعا بسبب انشغالات كبيرة ولكن في الجارد الموضوع السوري الموضوع السوري ولا العربي على ما أعتقد بسبب أحداث كبيرة لكن في الجاردين في ايان بلاك كتب في صفحة رئيسية يقول أن هناك خطة مدعومة من الويات المتحدة الأمريكية لإصلاحات في سوريا تترك الأسد في مكانه هل تتفق مع هذا الرأي؟ نعم أعتقد على ذلك أعتقد هذه ملاحوظة سليمة القمع من الحكومة لن ينجح تماما ولن يستطيع تمكن من إخفاء أو التخلص من المعارضة المعارضة أيضا ليس لديها القوى الكافية للإطاحة بالنظام مرة واحدة وأعتقد أن كلا الترافين سوف لن يتحمل الحرب بهذه الطريقة ولا بد أن يكون هناك نوع من التقارب بينهما أو أن يبدأ في نوع من الحوار وبالطبع هذا في مصلحة الحكومة أن تبدو وكأنها تعطي بعض أو تقدم بعض التنازلات أو تقوم ببعض الإصلاحات ولكن أيضا هذا شيء مهم بالنسبة للمعارضة أن تقبل ما هو مقدم إليها وأن تقبل ما هو معروض وأن تحاول استغلال من ذلك أو الاستفادة من ذلك على الوقت فمن الواضح أنه ليس هناك أحد في الخرب سوف يتدخل في سوريا إذن لننتقل الآن إلى لبنان ولها أيضا علاقة في سوريا ولنرى ما في لبنان في لبنان بين القرار الاتهامي الذي صدر والبيان الوزاري موضوع عاشته الصحافة اللبنانية والعربية إلى حد ما قبل وبعد صدور قرار الاتهام في اغتيال الحريري في الأخبار اللبنانية تحت عنوان قرار ديرش بيغل الاتهامي صحوة الرابع عشر من آذار وصمت حزب الله منذ لحظة صدوره انتقل الحدث السياسي في لبنان إلى مكان آخر إنها مرحلة جديدة من الصراع السياسي ترفع من نسبة التشابك بين ما هو محلي وما هو دولي القدس العربي في لندن تحت عنوان حزب الله وسوريا والقرار الظني كتبت الجبهة اللبنانية تقف على أبواب التسخين والتصعيد والانفجار بات وشيكا والمنطقة كلها مفتوحة على جميع الاحتمالات بما في ذلك الحرب الأهلية الطائفية النهار اللبنانية عنونت القرار الاتهامي ينقل لبنان إلى مرحلة الاختبار الحاسم وكتبت رئيس التحرير نايلة تويني الطريق إلى العدالة نبارك لأنفسنا نعم نفرح ولا نشمت لأن الطريقة إلى الحقيقة قد فتحت وبدأ المسار الجدي لمحاكمة القتلى والمجرمين الذين كانوا أو كادوا أن يطيحوا لبنان وطنا وهوية في السفير اللبناني كتب ساطع نور الدين ما قبل المحاكمة المؤكدة أنها ليست الحقيقة الكاملة ليست وحدها المعيار ولا يمكن لأحد يقتنع أن المتهمين الأربعة نفذوا جريمة لحسابهم الشخصي أو الحزبي أو الديني الشرق الأوسط اللندني اكتفت بالخبر تحت عنوان وصدر قرار الاتهام في اغتيال الحريري أربعة متهمين من حزب الله والمحكمة تبقي الأسماء سرية رغم تسربها والحريري يعتبره لحظة تاريخية وميقاتي يقول القرار ليس أحكاما نهائية إذن أحمد القرار الاتهامي صدر ولكن الانتباع العام الذي حصته في الصحافة اللبنانية أن الهواجز الكبيرة التي كانت قبل صدور القرار الاتهامي كانت كبيرة بشكل خطير لكن بعد صدوره كان رد الفعل هذه النسبيا هل تتفق معي حكما والسبب في ذلك ليس لأن القرار الاتهامي لم يسر حفيزة أحد بل لأن القرار الاتهامي والأسماء معروفة من أشهر ديرش بيغل نشرتها لفيجارو نشرتها التلفزيون الكندي نشرها نحن نعرفها ونعرف أسماء أكثر منها وكانت مطروحة بكل التفاصيل حتى بحيسيات الاتهام فقط للتأكيد أن القرار ما يزال سريا حتى الآن لكن نحن كصحفيين نعلم جميعا كيف حيسيات الأدلة التي يعتمد عليها هذا القرار وهي أدلة اتصالات لذلك عندما جاء القرار لم يسر حفيزة أحد ولا حتى حزب الله حسب المثقون حزب الله أعتقد خلال اليومين سيد حسن نصر الله سيلقي خطابة حدث عن صمت هم أعلنوا إذا أردنا أن نعرف موقف حزب الله الصمت رسميا لكن عمليا أعلنوا خلال أشهر الماضي عندما قالوا أنهم لا يعترفون بالمحكمة وأنها مسيسة وأنهم لن يسلموا أحدا من عناصر الحزب إذا موقف الحزب واضح من هذه المسألة كل ما يجري الآن هو خطوات قانونية لجس نبض الشارع اللبناني الوضع السياسي اللبناني تمهيدا لمعرفة ما سيقوم به حزب الله والحكومة اللبنانية تحديدا أمجد الصحافة صحيفة القدس العربي تتحدث بشكل من التهويل عن احتمال حدوث حرب أهلية طائفية إلى آخره ربما حرب في المنطقة وأيضا إلى درجة أقل تحدثت عنها السفير اللبنانية هل تتفق مع هذه الآراء هل سيؤدي هذا القرار الاتهامي إلى هذه النتيجة أنا أتفق الحقيقة مع وجهة نظر أحمد أن الصدمة المتوقعة من القرار لم تحدث لسوء بسيط أو القرار الاتهامي حتى الأسماء هي كانت معروفة المعطيات هذه كانت معروفة وتمتداولها في وسائل الإعلام اللبناني المختلفة والجميع الشارع اللبناني يعرف ما الذي يجري على ما يبدو في كواليس المحكم لأنه سرعان ما كانت تتسرب الأخبار إذن الصدمة المراد إذا كان هناك من يريد أن يحتل الصدمة هذه الصدمة لم تحدث لأن الموضوع معروف لذلك على ما أظن أن ردود الفعل جاءت وهنا أيضا أثني على ما يقال أحمد ردود الفعل جاءت أقل بكثير مما هو متوقع في الخارج لأن الصدمة لم تقع وهذا هو الأساس لذلك الشد والجذب سيستمران في لبنان بطبيعة الحال هناك معسكران يعني تمترسا خلف رؤيتين للمحكمة رؤية تقول أن هذه المحكمة مسيسة وإسرائيلية وأمريكية ولنحن لا نتعامل معها ورؤية تقول أن هذه المحكمة هي محكمة دولية وهي لإثبات الحقيقة ولإحقاق العدالة إذن لا أرى أن هناك خطا وسطا حتى الآن في لبنان ولم تتكون ولا في الصحافة ولا بالتالي بالصبع هناك فرحة أو صحوة كما سمتها الأخبار اللبنانية بالنسبة لتيار الرابع عشر من أذار صمت في حزب الله وأعوانه مايكل لكن البعد السوري حسب مقال في لباسم الجسر في الشق الأوسط لبنان لا صيفة واعدا ولا خريفا هادئا في مطلق الأحوال لن تعيش الحكومة هذه الحكومة أياما سعيدة ستبقى الأمور معلقة والأنفاس محبوسة في انتظار ما آلت إليه الأحداث في سوريا هل يمكن الربط ما يحدث في سوريا ولبنان في إطار ما تحدثت عنه الصحافة بالنسبة للقرار الاتهام الأزمات مختلفة ما يحدث في سوريا ليس متصل تماما بلبنان إنه متعلق بالنظام الأسر الذي يحكم سيريا أما الأزمة اللبنانية فقد استمرت فإنها مستمرة منذ فترة طويلة وقد اعتاد الناس عليها في الحقيقة والواقع أن هذا الناس كانوا يقولون إذا نشر هذا التقرير وإذا نشر وذكر اسمه حزب الله فسوف تكون هناك حرب أهلية لقد قيل هذا لأشهر طويلة وأعتقد أن الناس بالفعل قد تعتادوا الأزمة وعاشوا معها وأن الحكومة قد تغيرت وحزب الله الآن مرتبط بالحكومة وهم نفسهم قد هضموا تلك النتائج مال الواضحة الآن أنه لن يحدث شيء لهذا التقرير لقد تقول هناك بعض المحاكبات أو المعاقبات المحدودة ولكن لن يحدث شيء أما بالنسبة لها سوريا فالمسألة بعيدة عن ذلك وله أحد يهتم الآن بموضوع تحقيق في سوريا هذه نهاية المطاف يعني هل الصحافة ستسكت الآن بعد هذا وأيضا المسرح السياسي في لبنان بعد هذا القرار صدوره هذا ربما سيتحدث في الأيام القادمة بعد خطاب نصر الله الذي قال أنه سيلقيه في الأيام القليلة القادمة حول الموضوع وأتفق طبعا مع أستاذ أمجد بأنه لم تكن هناك ردود فعل كبيرة في الوقت الحالي لأن الردود الفعل القوية جاءت منذ أشهر وكل الناس كانوا ينتظرون هذا القرار ويعلمون مضمونه في تعليق صغير أنا أخسرت مع مايكل فيما يتعلق بربط هذا الموضوع اللبناني مع الموضوع السوري في رأيي هما مرتبطان ولو من ماحية بعيدة يجب أن لا ننسى أن استهداف سوريا استهداف النظام في سوريا استهداف الموقع السياسي والتحالفات السورية بدأ منذ العام 2003-2005 ومن هنا كان الاتهام الأول للسوريا الآن جاء الاتهام إلى حزب الله طبعا سمعنا بعض التحليلات في الصحف العربية من يقول خاصة الصحف التي تتخذ موقفا معاديا من سوريا من حزب الله تقول أنه لا يمكن لحزب الله أن يقدم على هذه الخطوة أو عناصر من حزب الله إلا إذا كان هناك تنسيق مع سوريا إذن أصاب الاتهام إلى سوريا لم تنتهي نهائيا ولا أستبعد أنه في مرحلة لاحقة إذا تطورت الأمور أن هذه المحكمة التي هي مسيسة من وجهات نظري أن تمد أصاب الاتهام مرة أخرى إلى سوريا ولو بطريقة غير مباشرة اسمح لي أحمد هنا نقطة أن لا ننسى أيضا أن سوريا في تلك اللحظة التي وقعت فيها عمرية الإغتيال كانت مسؤولة بشكل أو بآخر عن الأمن في لبنان إذن هي حتى الآن هي ليست موجودة في لبنان لكن عندما حدثت عمرية الإغتيال هي كانت موجودة على مستوى الأمني على المستوى العسكري على المستوى السياسي فإذن لابد من أن يكون هناك لا أقول رابط ولكن لابد من أن يكون هناك مساءلة على الأقل للجانب السوري أو لبعض الجوانب السورية ننتقل إلى الشأن الليبي الآن ونترك هذا الموضوع ليبيا بعد قرار المحكمة الجنائية باعتقال القذافي وأحد أبنائه وأحد كبار المسؤولين أثار ردود فعل متباينة في الصحف العالمية والعربية في الجارديون البريطانية كتب سايمون تزدل أمر الاعتقال قد يجعل القذافي أخطر المحكمة أضافت ثقلا لمحاولات التضييق على القذافي لكن حشره في الزاوية يجعل منه أكثر خطورة أما في تاحية التايمز فاعتبر ذلك بأنه تحقيق العدالة استهداف القذافي سيرضع المعتدين في المستقبل وبالملاحقته تكون المحكمة الدولية قد حققت العدالة وأرسلت المبادئ التي تتبناها الولايات المتحدة وحلفاؤها في رأي القدس العربي معمر القذافي كمجرم حرب هذه محكمة مسيسة تخضع لتوجيهات مباشرة من الإدارة الأمريكية وإلا لماذا لم يوجه أوكامبو أوامره باعتقال العقيد الليبي وهو المسؤول عن جريمة لوكربي وسجن أبو سليم قبل بضعة أشهر ويتفق مع هذا الرئيس ساطع نور الدين في السفير اللبنانية فرصة للقذافي إنها العدالة الدولية وهي بالتعريف انتقائية وليدة موازين القوى لا يحاكم سوى المهزوم ولا يحكم سوى المنتصر وفق معايير سياسية دقيقة تراعي حدا معينا من القواعد القانونية أما غسان شيربل رئيس تحرير الحياة اللندنية فرأى أن عامل الوقت ليس في صالح القذافي ساعة القائد انتهت صلاحية نظامك الإنعاش متعذر الترميم مستحيل الساعة أقوى من القائد ومن عميد الحكام العرب وملك ملوك إفريقيا لساعة أخطر من أوكامبو ولكن من سيسقط القذافي برأي عبد الرحمن الراشد في الشق الأوسط اللندنية القذافي قد يسقط بسلاح النفط تطوران مهمان في المعركة الأول تخلي تقريبا كل حلفاء القذافي الأساسيين عنه والثاني أن القذافي قد يسقط بسبب السلاح النفطي والدبلوماسي مايكل إذن هناك اهتمام في الشأن الليبي في الصحافة البريطانية أكثر مما هو بالنسبة للقضايا الأخرى وخاصة فيما يتعلق بفتتاحية التايمز أنه تعتبر ذلك أن هذا تحقيق للعدالة بينما الصحف العربية تقول أن هذه العدالة انتقائية بالطبع كل قرارات المحكمة انتقائية لأن هناك تاريخ طويل لا يمكن مراجعة فيه كل تلك القضايا لأنهم لم يتقهم المحكمة لم تكن موجودة في وقت طائرة لوكربي وبالتالي فالميكون هناك التهم بذلك من المهم للبريطانيين أن ذلك الأمر يبون للبريطانيين خاصة لأن البريطانيين مشتركين في العملية القطالية في بريطانيا فوق السماء بريطانيا هذه إشارة أكثر من أي شيء آخر إشارة أخلاقية وأعتقد أن احتمال أن يتم إحضار القزاف أمام تلك المحكمة هو احتمال ضعيف جدا وأعتقد أنه سوف يكون هناك قتال وربما قد يقتل في هذا القتال القتال الذي سياد بعد سقوط حكومته ولكن من المحتمل أيضا أن يتم تهريبه أو دولة أخرى أو أن يمسلم إلى دولة أخرى كلاجئ سياسي وفي هذه الحالة فأن المحكمة لن تحاول أن تقوم بإحضاره لمواجهتها إذا كان في إحدى الدول الأفريقية فهي مسألة نظرية أكثر منها مسألة عملية نتابع هذا الموضوع بعد أن نتوقف لفترة وجيزة مع فاصل نتوقف لفترة وجيزة ثم نتابع في سبعة أيام قرار اعتقال القذافي وتسيس قيادة المرأة السعودية للسيارة فابقوا معنا اتصروا بنا عبر الرسائل المصية أسامس على رقم 4479 0040407 الهواتف الأرضية على رقم 442077650211 الهواتف المحمولة وكاميرا الموبايل بالصوتي والصورة بكاميرا الموبايل صفحات المتر وفيسبوك زوروا موقعنا على الانترنت bbcarabic.com أهلا بكم مجددا إلى سبعة أيام نتابع الحوار في الشأن الليبي إذن أحمد يعني هناك بعض الأراء حتى في الصحف العربية استمعنا إلى رأي القدس ورأي أيضا السفير وأيضا هناك رأي مغاير في صحيفة الشيق الأوسط لردوان السيد يقول أن الانتقائية في العدالة لا تبرر الواقع على التمرد على المحكمة الجنائية وعدم احترام قراراتها بل المطلوب التعاون معها ليجب هل هذا الرأي فعلا السائد في الصحفة العربية ردوان السيد دكتور ردوان السيد موقف منحاز لسواب بسيط لأنه ناطق باسم المستقبل وهو يتكلم عن المحكمة الدولية التي أصدر فهو يربطها في هذا الموضوع يربط هذا من حيث المبدأ من حيث المبدأ من حيث المبدأ أنت أنا أختلف نهائيا مع موضوع أن تكون محكمة انتقائية عندما تكون المحكمة انتقائية هي محكمة ساقطة نقطة لا تستطيع أن تكون بالعدالة انتقائيا أنت إذا أردت أن تحاكم الجرائم التي تتكب بحق الإنسانية يجب أن تبدأ بطوني بلير وجورج بوش في حرب العراق التي كانت ضد كل مقييس الأمم المتحدة كل مقييس القانون الدولي حتى هنا في بريطانيا يحاكمون تلك المرحلة حتى في أمريكا يناقشون ومع ذلك هذه المحكمة العزيزة لم تلفط نظر سقط الملايين من القتلى إذن عندما تتحدث عن هذا الموضوع باب التي انطلق منها أوكمبو في هذا القرار أنا قراءة تقرير نشرته على ما أعتقد صحيفة الانديبندنت الأسبوع الماضي نقلا عن منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية تقول أنها لم تجد لم تجد حتى تلك اللحظة أي دليل حسي دليل نحن نتكلم دليل على كل ما اتهم به مظام قزيفي إذن ما قيل بأن هذه مسيسة حكما مسيسة أو كما قال ماكل بأنها رمزية أكثر منها أنت لا تستطيع أن تكون رنجيا وانتقائيا العدالة إما تكون مطلقة وناجزة أو لا تكون هذا يعني أنه لنحدث محافيا يعني ليس منتحكين صارخين لحقوق الإنسان الليبي وغير الليبي حتى توصلت إلى حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية تقول بتقريرها ليس تقريري تقول أن كل القوى التي تحدثت عن المرتزقة والاغتصاب لم تقدم لمنظمة العفو الدولية أي دليل حسي نحن لا نستطيع أن نجد دليل حسيا على أن القذافي يقود ليبيا فعليا لأنه يقول أنا لا أقود أنا أرشد أنا أعلى أنا القائد أنا واتف أمجد هل نصدق هذا الكلام نحن نعرف أنه هذا كلام سياسي في المحكمة أنت بحاجة لأجلها نحن ندخلنا الآن في سياسي نسأل نادية ربما تعود بنا إلى الصحافة في ديلي تيليغراف تتحدث أو كتب جورج جرانت لماذا لا نستطيع ببساطة تفكيك نظام القذافي هل يعني هناك آراء تتحدث بأن حشر القذافي كما قالت أيضا الجاردين في الزاوية قد تجعل من القذافي أخطر هل هذا الرأي مقبول هذا الرأي ربما مقبول والغرب مقتنع به وحتى السياسيين مقتنعون به الدليل على ذلك نزل اليوم مقال في جريدة الشرق الأوسط يتحدث عن المفاوضات التي يقيمها القذافي في جزيرة جربا وهذا مؤكد من المجلس الانتقالي ومن الحكومة الليبية في نفس الوقت هناك الآن مفاوضات بين ممثل لحزب الناتو وممثلين لدول غربيين مع ممثلين لحكومة القذافي يحاولون التوصل إلى حل وحتى يعني مطروح فيه حتى أنه يعود القذافي كيف يتعاملوا السياسي أو منحوا الفرصة ليقيم في مدينة سرط الليبية أو الخروج إلى تشاد يعني هذا أصبح كأن التعامل مع القذافي أمر محتوم حسب ما جاء في الصحيفة الأولى التي تحدث طيب لننتقل الآن ونطوي هذا الموضوع ننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالقيادة المرأة السعودية للسيارة فهذا الموضوع عاد مجددا إلى أقلام الرأي وصفحات الجرائد والإعلام الجديد أيضا حول هذا الموضوع كتبت أزوبيل كولمن في واشنطن فوستا الأمريكية احتجاجات من أجل قيادة المرأة للسيارة قد يؤشر إلى تغييرات في السعودية الاحتجاجات هذا الشهر الذي قامت بها نساء سعوديات من أجل قيادة السيارة كانت أقل بكثير من حجم التظاهرات الحاشدة التي هزت بلدان عربية أخرى في هذا الفصل الثوروي الحكومة تنظر إلى هذه الأرقام وتؤكد بأن حقوق المرأة ليست مسألة كبيرة بالنسبة إلى معظم السعوديين ويرد عليها طارق لحميد رئيس تحرير أشياء الأوسط السعودية وقيادة المرأة مرة أخرى القصة هذه أو هذا هنا ليست التبرير لمنع قيادة المرأة للسيارة فقد كتبت وهو يتحدث عن نفسه السعودية لا تسيس قيادة المرأة للسيارة مؤيدا لقيادة المرأة ولكن محذرا من تسييس القضية لكي لا تتلك مرة أخرى لكن ثرية الشهري في الحياة اللندنية في مقالها تحت عنوان امرأة المسؤول تحمل الطبقة الفقيرة المسؤولية بينما نجد نساء الطبقات الفقيرة أحوج ما يكون إلى التصرف الذاتي في شؤونهن قالب رجالهن من المقاومين لقرار قيادتهم للسيارة فإن المنطق يميل إلى أن يكون رجال الأسر الفقيرة من المؤيدين لمثل هذا القرار نظرا إلى أوضاعهم المعيشية الصعبة الاحتجاجات بدأتها نساء سعوديات في السابع عشر من الشهر الماضي ضد حظر قيادة السيارات أثارت ردات الفعل في وسائل الاتصال الاجتماعي السعودية ومنها تدفق رسائل لتويتر والفيديو لعشرات السائقات السعوديات والمتعاطفين معهن لكنها أثارت نزعة عدائية من كثير من الرجال السعوديين وتعاطفا معهن على الفيسبوك من مختلف أنحاء العالم ما لحظه هو نقص الصور والفيديو فقط ثلاث صور فيديو على اليوتيوب لم تؤثر على حدة النقاش نشاهد ونستمع إلى واحدة منها نبتدون أحزمة هم في أمان تام لدينا سائق متمكن خلف عقلة القيادة سقنا بالأطفال الأطفال المبسوطين وممثقة فيها ورجعنا لبيت ومثقة نادية هناك كثير من الكتابات بدأت تظهر في الصحف السعودية منها الحياة وشغل أوسط أيضا لسلمان الدوسري هناك مقال يقول لا لقيادة المرأة لكنه يعيد فيقول فأهلا وسهلا بقرار قيادة المرأة إذا نبع من الداخل إذن هل هناك تسييس كما تقول الصحيفة التسييس واضح في هذه القضية يعني حتى لأن المسألة ليست بالحجم الذي تأخذه الصحافة خاصة في الغرب فقد ثبت أن أكثر الأشياء التي جاءت على المواقع الاجتماعية جاءت من سيدات أو من أناس خارج السعودية نفسها من أمريكا وما العيب في ذلك ليس هناك عيب ولست طبعا ضد قيادة المرأة إنما أنا ضد تسييس هذه المسألة فالمسألة ليست يعني لا تستوجب كل هذا كل هذه الضجة الإعلامية إنها بالتأكيد تسييس يعني ما يبدو كعرب مصابين بدا أو بفوبيا اسم التسييس نتحدث عن محكد هنا فعلا تسييس نتحدث عن قيادة مرأة للسيارة نتحدث عن تسييس هنا تسييس واضح يعني تسييس واضح لو كان هناك من تسييس حقيقي هناك قضايا عديدة نحن أمام نظام ثيقراطي نظام تلقي نظام شمولي نظام ظلامي نظام يمنع حقوق عديدة عديدة للسعودين يعني بمسعنا أن نبحث حفيف واسع جدا من القضايا الأساسية المحقة لكن هل تتفق هل كانت الصحافة سيست الموضوع صحافة كما لاحظنا في المقال الذي ذكرناه لإيزبورد كولمن في واشنطن بوست أعتقد أن هناك قدر من التسييس لأن هذا المجتمع السعودي هناك مجتمع متحفظ ضجا وأعتقد أنهم يحاولون البحث عن تغيير من الحكومة ولا أعتقد أن هذا سيحدث بسرعة أعتقد أن الضغط الخارجي سوف يغير هذه الأسئلة أو المطالب وهذا من المفهوم في الغرب نحن نعتقد أن الناس نتخيل أنه عدم السماح للناس بالقدر شيء غير عادي وشيء فضيع وأعتقد أن الكل لا حق في أن يعبر عن نفسه في هذا ولكن ليس هناك من لا حق في أن يضغط على السعوديين لتغيير قيمهم الخاصة وعاداتهم الاجتماعية لنظرا فقط لأن الغرب لا يحب ذلك إذا كانت النساء السعوديات نفسهم يشعرون بالغضب فإنهم سوف يقومون بالتغيير بذلك ولكن ليس بسرعة مطلوبة لو أخذنا نظرة سريعة على رد الفعل الصحافة على هذا الموضوع الذي بدأ منذ السابع عشر من الشهر الماضي الصحيفة الواشنطن التي رد عليها طريق الحميد كانت تحاول تركيز أنه لم يكن هناك أهتمام كبير في هذا الحدث الذي يعتبر مهم هل يقصدون عدم أهتمام كبير عربي أو غربي من حيث التقطية حتى على موضوع ما يسمى بالإعلام الجديد من تويتر وفيديو كان هناك كثير من الحركة ولكن على صعيد الصحافة كانت سواء العربية أو الغربية كانت إلى حد ما خجولة أنا تبعت الإنترنت وما يكتب بالعكس الموضوع قيادة المرأة للسيارة مطروح بكثرة تداولات وتعليقات وتعليقات على الأخبار وغير ذلك في رأيي الموضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة هو موضوع اجتماعي أساس قد يسيس من الخارج مايكل كان واضحا لأن الغرب ينظر إلينا بمنظور استغرابي لماذا لا تقود المرأة السيارة طبعا بالضبط لكن هناك وضع اجتماعي داخلي في السعودية يجب أن ينظر إليه المرأة عندما يفهم طبيعة هذه العلاقة هناك نقاش شديد جدا بين بعض المفاكرين السعوديين بين بعض المثقفين السعوديين حول هذا الموضوع لماذا تمنع المرأة من القيادة السيارة يجب أن يكون هناك قرار من القيادة السعودية لماذا لماذا تمنع يجب أن يكون هناك قرار في معالجة هذا الموضوع. حتى هذه اللحظة هم لا يعالجون هذا الموضوع بطريقة سليمة. قمع المخالفات باعتقال 5 أو 6 أو 3. يمكن أن يؤدي أيضا إلى أن تصبح هذه المسألة مثارة أكثر. وأن يتدخل الألام الغربي أو الألام العربي لإعطائها بعد أهم. هو قرار سعودي بامتياز. ويجب أن يعالج داخليا هذا من وجهة نظري. هذا الموضوع نتحدث عن نسيج الاجتماعي. وأن هذا غير مقبول في النسيج الاجتماعي الأسطوري والخرافية المسمى السعودية. ألا يشبه النسيج الاجتماعي السعودي النسيج الاجتماعي في الكويت؟ ألا يشبهه في الإمارات؟ ألا يشبهه في أماكن أخرى في البحرين؟ البحرين التي أرسلت إليها الدبابات. ألا يشبه هذا النسيج؟ هذا النسيج أيضا؟ لماذا هذه خصوصية سعودية وليست خصوصية بحرينية وخصوصية عربية وخصوصية كذلك. أنا أرى أن الموضوع جزء من حركة التحرر. من حق الناس. وتحديدا المرأة التي يقع عليها الظلم الأكبر في السعودية. هذا النظام الذكوري. ويقمع المرأة بشكل. حتى أنها لا تستطيع أن تسوق سيارة. ماذا في سياقة السيارة؟ ماذا يمكن أن يترطب على ذلك؟ هذا الموضوع شائك وطويل. لا يسمح له هذا البرنامج. في فقرة الفيديو أثار شريط فيديو الناشط المثلي الأمريكي الخدعة. ردد فعل في الصحف العالمية. واختلفت في معالجتها للموضوع. الانديبندنت عنوانت الفيديو الخدعة. ومحاولة تشويه قافلة المساعدات لغزة. ونشرت صحيفة الديلي تيليغراف خبرا حول قيام المواقع الإسرائيلية الرسمية بإزالة المقطع. بعد أن اتضح أنها خدعة. وراءها ممثل إسرائيلي. نشاهد ونستمع. ناشطا في حركة حقوق المثليين منذ كنت في الجامعة. ودافع عن حقوق زواذ المثليين. وضد إخفاء ذلك. وخلال العام أو العامين الماضيين. شعرت بالحاجة إلى توسيع الأفاق التي أعمل بها. والإنخراط بنشاط أكبر في قضايا أكبر من مجرد حقوق المثليين. وهناك موضوع سفن المساعدة التي تحاول أن تتجه من أوروبا محاولة الوصول إلى قطاع غزة. الأسماء المشاركة أسماء كبيرة. تحية فلسطين. حركة غزة حرة. مؤسسة المساعدة الإنسانية التركية. خليط من شيء بين تشيجي فارا والأم تريزا. وفكرت في أن هذا شيء سأكون فخورا به. أرسلت لهم رسالة إلكترونية. وشرحت لهم أنني نشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليين. وأتمنى أن أشترك في حملتهم. بعد حوالي شهر وصلني إيميل قصير منهم. يقول أن مشاركتي معهم غير ممكنة. لأن هذا لن يكون في المصلحة العامة لحملة السفن. فاجأني هذا وشعرت بالإهانة. من هم هؤلاء الناس؟ وبحثت على الإنترنت. ووجدت صورا لهؤلاء القادة للمجموعة البريطانية يتباتلون الأحضان مع قادة حماس. ومقاطع فيديو لهم يمتدحون النظام. إنني لست خبيرا في شهور الشق الأوسط. ولكننا نتحدث عن حماس هنا. حكومة يقول وزير خريجيتها عن المثليين إنهم جماعة من المنحلفين جنسيا. متدهورين مرضى أخلاقيين وعقلانيين. ألم يسمعوا أن حماس أغلقت مكاتب منظمات غير حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان؟ منظمة العفو الدولية نقلت ذلك الخبر. إنهم تدريجيا يسلبون حقوق حرية النساء ويقترونهم من شقينا عنهم. لم أكن استمعت إلى هذا الشريط. ربما استمعت إليه أو قرأت عنه. ولكن أليس هذا الجزء أيضا من الخذع التي شاهدناها قبل من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي. وروجت له الحكومة الإسرائيلية. ونشرته حسب صحيفة الديلتيريغراف. نشر هذا المقطع على موقع تويتر. ووضعت المواقع الحكومية الأخرى روابط لمشاهدته. ثم سحبته. ما هو رأيك؟ أعتقد أن هذا يظهر شيئين. أولا أنه يظهر كيف تأثير مدى تأثير تلك المواقع. والشيء الثاني أن الإسرائيليين يحاولون أن تفكير في كيف يمكن استخدام هذه المواقع للتأثير في الأرأي العامة بمناسبهم وفي مصلعتهم. خاصة فيما يتعلق بقافلة المساعدات إلى غزة. هذه طريقة مهرة للغاية. إنك إذا حاولت أن تتحدث إلى الغرب وتحدثت عن حقوق المثليين فمن الغالب أن يستعاطف الناس معك. ولكن يبدو أنه لم يتوقعه لم يقبله. أخرون يحاولون الذهاب إلى غزة. فإذن هؤلاء الذين يحاولون مساعدة غزة هم جماعة سيئة. يحاولون إثارة فيما تعلق بذلك الرسالة الموجهة إلى الغرب بخصوص قافلة السفنة. وهذا غير أخلاق بالمرة وغير سليم. ولا يجب القيام به. ومن الصعوبة من الغاية المراقبة على الإنترنت. لا تعتقدين أن قد يكون لهذه الخدعة رد فعل عكسي بأنها قد تدفع الناس للتعاطف من خلال ما نشرته بعض الصحف في هذا الشأن. بالتأكيد. لأنه بالضروري هذه الخدعة تدخل في إطار الحملة التي بدأتها إسرائيل منذ فترة ضد القافلة غزة. فبالتأكيد أن إذا عكست الصحافة الغربية خاصة تحدثت عنها بالشكل الذي يلائم حجمها بالتأكيد ستحدث يعني ستكون متعاطفين مع القافلة أكثر. باختصار شديد. اختصار سأضيف عنصرا آخر إلى مقاله ماكل وهو سهولة أن يستغل هذا التواصل الاجتماعي في قضايا غير صحيحة على الإطلاب. قبل مدة سمعنا عن المدونة السورية المثلية وغير ذلك. هناك مئات وألوف الأمثلة من كيفية استغلال هذه الوسائل الاستصال الحديثة من أجل الخداع ومن أجل تمرير معلومات غير دقيقة بل ومغلوطة. والآن إلى الرسوم سأعود إليك لكن إلى رسوم الكاريكاتير هذا الأسبوع هذا الرسم من صحيفة ليبرتي الجيري وفيه الرسم لسيارة حمراء محجبة وعلى النافذة الأمامية نظارة والتعليق منع النساء السعوديات من قيادة السيارات تحدث بما فيه الكفاية أمجد عن هذا الموضوع خليه تحل لأنه كارتون مضحط للغاية وأنه يقول أنه إذا كانت السيارة تماما مغطا فلن يمكن أحد لا يستطيع أحد أن يعرف من يقود السيارة هذه نكتة طيبة في إطار الحملة الأعلامية في هذا الحملة هناك حملة أعلامية لدعم هذه المسألة التي أعتبرها داخلية محمد أبو العزيزي عندكم في تونس كمانت قضية داخلية كانت برأيي كاريكاتور جميل جدا ومعبر جدا هو ساخر وبقدر ما هو ساخر هو ينقل حقيقة فعلية أنه قد يكون هذا هو الحل لمعالجة أثمت قيادة النساء السيارة الآن إلى الرسم التالي من الحياة اللندنية وفيه صورة للقذافي وهو ينظر إلى مرآة ويرى فيه الصورة أو صورة لصدام حسين وكتب عليها بالإنجليزية مطلوب ربما يدعم هذا الكاريكاتور يعني الكثير من التوقعات التي تقول بأن القذافي سيقبض عليه بنفس الطريقة التي قبض بها على صدام حسين لأنه مختبئ في مكان ما نعم مايكل أعتقد تعجب أن الفكرة الرسام الكاريكاتين على شديد المهارة هذه صورة جيدة لصدام وسياس والقذافي إنه ينظر إلى الحياة هذه نكتة واضحة وهي مضحكة أنا أظن أن القذافي تأخر كثيرا في النظر إلى المرآة وربما لا ينظر إليها في النهاية مصير ومصير صدام عساين بغض النظر إذا كانوا قتلوه في القصف أو اعتقلوه وحاكموه وقتلوه الأرجح أنه سينتهي نهاية صدام هذا المصير لنرى ما في الانديبندنت البريطانية هذا الرسم يصور الواقع الاقتصادي السيء لليونان شخصية يونانية قديمة لعملاق أسطوري عار وهو مقيد بأحزمة في أنحاء عدة من جسده ويحاول فكها بينما يشد الأحزمة عليه وعلى نفسه أيضا رئيس الوزراء اليوناني إلى يسار الرسم الذي يقول شوية قليلة إضافية من شد الحزام وعلى الطرف الأيمن تمسك المسشارة الألمانية بالطرف الآخر الحزام وتقول بلهجتها الألمانية وبعدها سوف نقردك بانطالا مايكل أعتقد لابد أن نفهم هنا أن بعض التاريخ اليوناني هنا لأن الرسم الموجود هو رسم اليوكوان وهو رسم تقليدي كانت تكابله الثعابين ولكن هنا تقيده تلك القيود الاقتصادية ولذلك فإن شد تلك الأحزمة أضيق وأضيق هي في الحقيقة الشاق الحقيقي لما يحدث على الرغم من أن هذا حزين هذا توضيح طبعا هذه شخصية أسطورية كما فقط إضافي لم أكن أدرك الشخصية الأسطورية لكن الطريف فيها أن المستشارة تمسك طرف هي ليست عالقة في هذا الأخطبوط رئيس وزراء عالق اليونان عالق هي تمسك هذا الخيط أي أنها تملك قرارا بالتأثير على الوضع اليوناني ولماذا هي؟ لأن ألمانيا هي الاقتصاد الأقوى في أوروبا وهي التي يمكن أن تعطي أو تتحجب التمويل عن اليونان نادية الكاريكاتور بالتأكيد يعكس سراع اليونان ضد الأزمة الاقتصادية وموقف أوروبا خاصة ألمانيا من هذه الأزمة والمثير أنه لماذا لا تقريذه الآن؟ لماذا الانتظار كل هذه الفترة تجعله يتسارع كل هذا الوقت للمساعدة في أخذ حل؟ أمجد أنا لاحظت إذا لاحظت أيضا في الصورة هناك قنابل غاز تصدر من خلف وتعم المكان هل له علاقة؟ له علاقة بأن طبعا اليونان الآن تشبه أيضا أسبانيا وربما بريطانيا لاحقا الإضرابات التي تصبح مدان التحرير سينتقل مدان التحرير القاهري سينتقل ولو بشعارات أخرى إلى بلدان أخرى في العالم وفعلا ثم تمن تسأل أن هذه في أوروبا التي كانت أمة التظاهرات والإحتجاجات ماتت وولدت الإحتجاجات في العالم العربي طب والآن إلى الرسم التالي من النهار اللبنانية ربما فات الوقت على هذا الرسم وفيه مطرقة المحكمة الدولية ويدور على أحد جانبيها شخص يدور حول نفسه حاملا لافتة كتب عليها البيان الوزاري طبعا يعني كان معبرا عندما لم تكن الحكومة جديدة قادرة على الوصول إلى صيغة موحدة للبيان أعتقد أمس وصلوا إلى صيغة موحدة ووزع البيان الوزاري على الوزراء وعلى مجلس النواب وسيتم التصويت عليه لذلك كانت تعبر عن حالة معينة أما الآن فقد انتهت فتعلق وصلوا إلى صيغة اللاصيغة في الواقع ليس هناك من موقف يعني البيان الوزاري لا يعني يحدد وجهة حقيقية لما ستكون عليه الأمور في لبنان ولا تعتقد أن الدوران حول الدوران سيستمر نعم نعم سيستمر طب الآن إلى فقرة ماذابة أو غيبة عن الإعلام سهوا أو عن قصد وهناك الكثير الكثير من القضايا مايكل كما تقول هناك الكثير من القضايا على الأقل هناك موضوعان هو جنوب السودان الذي على وشك أن تصبح دولة مستقلة هناك الكثير من القتال هناك لم يكن لدينا الكثير من الأخبار عنها وما يحدث هناك ولم نسمع شيئا عن التحركات بين إسرائيل والفلسطينيين تلك المسماب العملية السلمية هل اختفى ذلك أنا أظن أن هناك قضايا عديدة لا شك لكن واحدة من القضايا وهي ليست حدثية ولكن هي عملة يجري يوميا هناك تضخيم أو حديث كبير عن موضوع الإسلاميين في مصر ولكن لم يصل تضوء حقيقة على ما يجري داخل هذا الصف هل تشير إلى لحدات الأخيرة في الواقع إلى التفككات الجارية على صعيد الأخوان المسلمين كتنظيم الانشقاقات التي تحدث وآخرها على ما أظن كان استطلاع لأحدى وحدة وسائل وماذا عن الحوار الأمريكي مع الأخوان المسلمين هذا أحد ولكن أظن أن الأخوان المسلمين لم يعودوا كتلة واحدة علينا النظر إلى تصدعات كبيرة تجري داخل هذا الصف الذي كان محجوبا عن العلان وعن المتابعة في النظام السابق نادية نعم كنت ستحدث عن الشأن السوداني سبقني مايكل في ذلك وأيضا الشأن التونسي لأنه كانت متابعة قوية جدا للأحداث في تونس لكن الآن هناك أشياء كبيرة ومهمة جدا تتم في تونس لكن لا يشار لها إطلاقا في الإعلام العربي أو الغربي وهذا تغيبا ماذا عن المغرب اليوم يعني الانتخابات التصويت على الدستور المغرب حتى في تونس هناك لا تصويت الاستفتاء في المغرب تم التغطيته بشكل كبير يعني من طرف الصحف العربية لكن بالنسبة للشأن التونسي خاصة سياسيا ويعني التغيرات التي تحدث في الأحزاب كلها مغيبة هناك موضوع إذا سمح الوقت إذا سمح الوقت سأخدأ بالموضوع تتدرك الوقت الموضوع اليوناني في الصحافة البريطانية خلال الفترة الماضية كان هناك اهتمام طبعا لكن كان هناك اهتمام من جانب مصرفي مصرفي بمعنى انكشاف المصارف البريطانية على الديون السيادية للحكومة اليونانية لم أقرأ بأي الصحافة العربية ما يمكن أن يمس الجانب العربي نحن نعلم أن السنديق السيادية العربية مساهمة كثيرة جدا بالمليارات بالبنوك البريطانية ماذا سيحدث لهذه الأموال إذا انكشفت هذا موضوع لم يتطرق إليه الصحافة الاقتصادية العربية باختصار ثاني حادث أمني قبل أيام جرى في أحد شوارع بريطانيا رصوص حاولوا سرقة مليوني جنيه من دبلوماسي إماراتي سحب الأموال من مصرف لمصروفه الخاص لم أقرأه لا بالصحافة العربية ولم تتابعه الصحافة البريطانية هذا ما سمح به الوقت لسبعة أيام نشكركم مشاهدينا ومستمعينا ونشكر ضيوفنا في البرنامج على المساهمة إلى اللقاء في سبعة أيام جديدة اشتركوا في القناة